بسم الله وصلاة السلام وصلاة السلام احنا شوفنا المشوار ده موجود في احد الدول اللي انتشر في هالفيروس طبعا هو مشوار بسيط ممكن يتكلم عنه بشكل مختصر منبسطه طبعا التغذية بنك اربعة ونصف فولت عندي سنسور الالتراسونيك عندي سيرفو عندي لوحة الاردوينو السيستم هو كويس جدا طبعا لم يحصل في تلموس لانه في بعض فيروسات ممكن تنتقل من خلال اللمس ممكن نرى فكرة مختلفة وتكلفة اقل الفكرة باقتصار بتعتمد على السنسور الانفرا مثل الالتراسونيك ارتفاع السعر الالترا الالتراسونيك في الانفرا يعمل في مجال 20-25 سنتي وممكن تستخدم هذا السنسور ممكن الناس ما بتعرفش تستخدمه كتير بيتم ضبطه من خلال مقاومة مقاومة اللي انت شايفة دلوقتي دي مقاومة ضبط الحساسية بتاعة الريسبتور او المستقبل اللي احنا شايفين الليد اللي هو الغاء القاتم ده اللي هو لونه غامئ ده فممكن طبعا لو ضبط الحساسية ممكن تلغيها خالص وبالتالي تظن ان السنسور باز دي اول حاجة ممكن تستخدم كسنسور حساس بدون تلامس بحقيقي السنسور ده ممكن استخدمه بدون برمجة يعني اخذ منه الاشارة بشكل مباشر اوصل خارج الاشارة على سواء الموتور بدرايف سيرفو مشكلته لنجب يشتغل ببرمجة لو انا لغيت بدرايفر بتاعه ممكن اخذ مدسي بتاعه ممكن استخدم القوة العزم بتاعته في التشغيل لكن هيكون بدون مؤقت تايمر وفي الحالة دي ممكن استخدم السنسور بدون بدون مايكرو كنترولر او اردوينا وهنشوف الكلام ده بعد كده لذلك يجب ضبط الحساسية بتاعته او المسافة او المساحة اللي المطلوب يغطيها السنسور عايزة خمسة سنتي عشر سنتي عشر سنتي عشر سنتي عشر سنتي فواجب اول حاجة استخدم السنسور ده بشطريقة مناسبة طبعا بعد ضبط المسافة او المساحة اللي انا عايز السنسور يغطيها تزم السيجنال اللي هتطلع اعمل بها كنترول طبعا اهم كنترول ممكن استخدمه الريلي ده ممكن اوصل عليه سولونايد فالف مثلا اشغل مية او ممكن اشغل مطور وده طبعا يعتبر افضل انترفيز للاحمال الكبيرة وان شاء الله نشوف ممكن اعمل ايه بعد كده وارغو ان تستفادوا من الفكرة السلام عليكم اشتركوا في القناة